طهران حيث ينضم إلينا من هناك عماد أبشناس أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران مرحبا بك سيد عماد ما الذي تنتظره إيران حتى ترد تحية لك وللمشاهدين الأعزاء إيران اليوم تتفرج على الوضع في إسرائيل وهي مبسوطة بالنسبة للوضع في إسرائيل لماذا تنهي هذا الوضع يعني اليوم الإسرائيلي يغلي الأمريكي يغلي وإيران تشن حرب عصاب على الإسرائيليين وهذه حرب العصاب لا يجب إنهاءها يجب الاستمرار بها يعني هل فقط الإسرائيلي والأمريكي يلعبون بعصاب باقي الشعوب العالم لا اليوم إيران ترى أنها تستطيع أن تستمر بحرب العصاب هذه وهي سوف تستمر بها الحجوم سوف يترك في إسرائيل يعني يجب أن يتعلم نتنياهو وإسرائيل عموما أنه عندما يقوم بهكذا عمل إرهابي بمهاجمة القنصلية الإيرانية لن يمر الأمر مرور الكلام وهذا يعني لا يجب أن يكون فقط أنه استهدف القنصلية ثم تم الرد عليه بصاروخ أو صاروخين وينتهي الأمر لا الأمر سوف يكون يعني درسا له وللإسرائيلي ولنتنياهو شخصيا أن هذه المرة الأمر يختلف ولهذا إيران تريد أن تلعب أولا على أعصابهم ثم تنتظر حتى لا يكون الإسرائيلي في حالة استنفار ومجهزة نفسه وحينها تقوم بالرد وسوف ترد في المكان لم تجبني على المدى الزمني المتوقع أو الظروف التي ستبقي عليها حالة الانتظار هذه نعم أنا أفهم ذلك ولكن أريد أن أسألك ذكرت بأنه لن يكون هذا الرد على سياق فقط صاروخين وينتهي الأمر إذن هل تقول بأن إيران راغبة في أن تغامر تجاه حرب مفتوحة إقليمية مع إسرائيل في ظل التهديدات أيضا الأمريكية يعني أولا دعني أضعها في هذا الصياق إسرائيل لا أجد الكلمة المناسبة أقولها باللبنانية أبضاء على فقط الذين غير مسلحين على النساء والأطفال هي ليس لديها القدرة لمواجهة يعني رأينا قدرات إسرائيل خلال الستة وسبعة أشهر الماضية يعني هي فقط تقتل النساء والأطفال والعجز والذين هم لا دفاع لديهم ولكنها ضربت القنصرية الإيرانية في دمشق نعم لأن القنصرية لم يكن لديها أسحة تدافع عن نفسها يعني أين هي إسرائيل في جبهات القتال يعني نعم تضرب القنصرية تضرب المدنيين تقوم بقتل النساء والأطفال ولكن هل رأيت كيف يقاتل الإسرائيل إمام أبطال حماس والجهاد الإسلامي والمقاومة الفلسطينية أو كيف يهربون من أمامهم بكل الأسلحة التي لديهم يعني هنا لا تضخموا من قدرات إسرائيل العسكرية إسرائيل دون الولايات المتحدة لا شيء عمليا نتنياهو يريد جر المنطقة والولايات المتحدة إلى حرب مع إيران أنا لا أتصور أن الولايات المتحدة مستعدة كي تضحي بجنودها لأجل مصالح نتنياهو الشخصية يعني حتى ليس لأجل مصالح إسرائيل لأجل مصالح الشخصية لنتنياهو وهنا لربما النقطة الأساسية هنا في إيران هناك تواجهات عدد إتجاهين إذا ما أردنا أن نقول الاتجاه الأول يعتبر أنه يعني يمكن الوصول إلى استيغة التفاهم مع الولايات المتحدة لإنهاء هذه الأزمة الرد سوف يأتي يعني ليس هناك مجال لكي لا يكون رد ولكن نوع الرد ممكن أن يختلف وهناك اتجاه آخر يقول أنه يجب توجيه دربة تقدم ظهر إسرائيل وتتعلم إسرائيل الدرس يعني هذه الدربة كان يجب توجيهها لإسرائيل منذ زمن طويل اليوم أعطت إسرائيل الدريعة اللازمة لإيران يجب إيران أن تستخدم هذه الدريعة لتوجيه هكذا دربة لإسرائيل طيب سيد عماد ما هو الذي تتوقعه طهران كما ذكرت على الصعيد السياسي والدبلوماسي والذي يمكن أن يغير من شكل هذا الرد وأريد فقط أن أذكرك أيضا بتصريحات البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة والتي قالت لو كان هناك إدانة لهجوم إسرائيل على القنصلية من مجلس الأمن ومن الجهات الغربية ربما لم أحتاجت إيران إلى الرد العسكري بالتأكيد هنا إزدواجية المعايير بالنسبة للدول الغربية واليوم الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي صم بكم عمي على ما تفعله إسرائيل وهذا يؤدي إلى أن دول المنطقات وشعوب المنطقات ترى أنها يجب أن تأخذ حقها بيدها لا تستطيع أن تعتمد على مجلس الأمن الدولي والقرارات الدولية أو الاتفاقيات الدولية أو المعايير الدولية أو غيرها إسرائيل باتت تتصرف ككلب يريد أن يعض الجميع في المنطقة لا يمكن السيطرة عليه والولايات المتحدة أفلتت هذا الكلب المصعور على الجميع ولا يمكن اليوم الانتظار لما سوف تفعله إسرائيل ويفعله نتنياهو مستقبلا ولهذا إيران أكدت في رسائلها التي تم تبادلها مع الولايات المتحدة خلال الإسبوع الماضي أنها ممكن أن تغير من نوع ردها على إسرائيل في حال تم وقف الحرب بشكل دائم ليس بشكل مؤقت في غزة انسحبت إسرائيل من غزة وأعطت الولايات المتحدة الضمانات أنها سوف تضبط إسرائيل وتوقف تحركات إسرائيل ضد إيران وحلفاء إيران في المنطقة لو أعطت الولايات المتحدة هذه الضمانات لإيران وتم وقف الحرب في غزة أقولها بصراحة كل الشهداء الذين ذهبوا ذهبوا لأجل فلسطين إن كان الشهداء الإيرانيين شهداء جبهة المقارنة سيد عمد فقط أنا أحاول أن أفهم الموقف الإيراني وأنت ذكرت بأن أيضا ما ذكرته البعثة الدبلوماسية الإيرانية في الأمم المتحدة بأن إدانة من مجلس الأمن لهجوم إسرائيل على القنصلية سيكون كافيا ولا حاجة حينها لرد عسكري على إسرائيل يعني بمعنى أن طهران تكتفي بهذه الإدانة اللفظية كرد على قصف قنصليتها لا ليس الموضوع إدانة إدانة وتصرف من مجلس الأمن الدولي هنا لم يترجم لربما مقالته البعثة الإيرانية وهنا عندما نتكلم عن قرار وتصرف مجلس الأمن الدولي أقله طرد إسرائيل من الأمم المتحدة أو تعليق عضوياتها في الأمم المتحدة وجميع المجميع الدولية هذا حسب جميع الاتفاقيات الدولية عندما تقوم إسرائيل بأي دولة أخرى لو قامت بما قامت به إسرائيل خلال الستة أشهر الماضية من جرائم ضد الشعب الفلسطيني كان سوف يتم طردها من الأمم المتحدة ومن المجميع الدولية ولكن لا نرى أي تحرك لمجلس الأمن الدولي أو المجميع الدولية وهذا بسبب الغطاء السياسي التي تؤمنه الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية للكيانة الصهيوني شكرا لك عماد أبشناس من طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران ترجمة نانسي قنقر